مجلس الشورى هذا التباين الذي بدأ عند مناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفسد الدول العربية تحترم جدا مسألة عدم التدخل في سيادة الدولة عند اقرار مثل هذه الاتفاقيات بعكس ما قد تنتهج فيه دول تنظم إلى اتفاقيات دولية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية بما صدر من توجه إلى قانون جستا واللي كان فيه فعلا هو تعدي على الولاية القضائية المكانية بالنسبة للقضاء وكذلك بالنسبة لمضمون هذا القانون والذي يعد التعدي يسافر فيما يتعلق في القضايا كأنها سترفع من الولايات المتحدة ضد دولا أخرى من أفراد ضد دولا أخرى لم يأخذ في الاعتبار أيضا حق الدول الأخرى وأفرادها في الموضوع الاستفادة مما شرع لأجل النيل من بعض الدول تحديدا بالنسبة للدول العربية وهذه الاتفاقية هي مرادفة لاتفاقية المتحدة لمكافحة الفساد هل نحن في حاجة كدول عربية إلى مثل هذه الاتفاقية وهناك اتفاقية أكثر مصلاقية وقوة من هذه الاتفاقية قضية نحكم بالإطلاق على عدم مصداقية الاتفاقيات العربية والمصداقية المطلقة للاتفاقيات الدولية من الممتحدة أعتقد أن هذا حكم يتجافى مع الحقيقة لن أضرب أمثلة ولن أدخل في تفاصيل ولكن أعتقد أن أيضا حتى في أروقة الممتحدة نفسه هناك فساد النقاشات تعمقت وبدأ تباين وجهة النظر يخيم على أجواء الجلسة عند مناقشة تقرير مشروع قانون الصحة العامة الذي يتألف من 154 مادة فقد لوح المجلس أثناء تلاوة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون بإعادة التقرير إلى اللجنة لمزيدا من الدراسة أنا أقترح الآن بعد ما طرحوا الأخوان بعض التعديلات يعني ليس مكان أن نحن الآن نناقش تعريف تعريف ونبدأ ندخل في جدل طويل على كل تعريف فأنا أقترح أن هذه المادة تسترد إلى اللجنة ما عندنا مشكلة معالي على تعديلها ولكن معالي الرئيس نسترد المادة هذه التعديلات والله خذلنا فيها مدة طويلة مع الجهات المختصة لما توصلنا إلى هذه التعريف نقول لأستاذ دكتور محمد علي وجهة نظار ونقول لدكتور سعيد لوجهة نظار في النهاية مصلحة القانون وين بيكون ومصلحة المواطن في هذه القانون وين بيكون نحن بالعكس نحن مبضد التأني للمصلحة النقاش الطويل حول مشروع قانون الصحة العامة انتهى بالموافقة عليه من حيث المبدأ مع إرجاع المادة الأولى والمادة الرابعة عشر لمزيد من الدراسة وإقرار توصيات لجنة الخدمات بشأن باقي المواد التي تم مناقشتها وصولا للمادة الثالثة والعشرين سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين